نرحب بالشاعر والشيخ واحد أعضاء فريق الكري المهمين الشاعر الشيخ أحمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن خليفة بن محمد بن خليفة سأنتم بخصيدة الهاجري طال عمرك نريد قصيدة الهاجري الشيخ حمد حمد الأعوامي الهاجري طلع من البحرين وشيخ محمد بن خليفة كيف سنبقى هذا السلام على المشاهد خصيدة الهاجري حمد عمد العوامي الهاجري في مرة من المرات زار البحرين وهده الشيخ محمد بن خليفة حصان يقولون سلام كالله أن يوم هداه الحصان في البداية ما نعجب فيه حمد العوامي وبين في وايها وتشاف الشيخ محمد الخليفة في وايها عدم الرضا فقال لي يا حمد هذيك حيلان أغلى من الذهب الله أكبر فبعد هالكلمة من الشيخ محمد اهتم حمد العوامي في الحصان وحب واشتغل عليه لين بانت عليه سلام كالله مواري طيبة وتسر الخاطر وقدر الله سبحانه وتعالى أن الشيخ راكان بن حثلين شيخ قبيلة العجمان يشوف هذه الحصان في حد المعارك مع حمد العوامي فانعجب في الحصان الشيخ راكان عجب في الحصان عجاب شديد فقام ينشد عنه من وين وش مربطة وإلى آخر فقالوا له هذه من خيل هذه البحرين من خيل الخليفة فحضر البحرين بنفسه هنا ودخل على الشيخ محمد بن خليفة يطلبه الحصان الحصان حمد أينه؟ فقال له الشيخ محمد هذه الحصان نحن أعطيناه حمد نعم إلا إن كان يبيع نشتريه من عنده وتستاهل قال إلا تشوفها يا طويل عمر فأرسل الشيخ محمد بن الخليفة حمد العوامي رساله إن إن كانك تبيع الحصان فنحن ترى بنشتريه وهو بألف ريال ذاك الوقت ذاك الوقت ألف ريال فرنسي فحمد العوامي نوع اللي يحس إنه اللي طلب الإحصان هو راكان مو بالشيخ محمد بحال ذاته وهذا بييك استدلالة طويل العمر في القصيدة فرد على الشيخ محمد بقصيدة يقول فيها يا الله يا اللي لا طلبتها عطاني سبحانه يا غافر الزلات يا خير معبود تغفر المنهو تشاسب اللي المعاني درب الفعايل ما يجي درب من قود الله ويا طارشي هيا إلى منطراني رز الشراعه حين ما هبت النود من العجير تسير والفير باني وحذر على سيدره من الفشت وحيود نعم تلفي محمد سور ذيك المباني يا سعد من ياله من الوقت مضهود نعم في راحته غنابه المطرباني ولحد أبد من ميلسه رج مطرود نعم يا ما عطى من كاظمات العناني يعطي لصايل يلبس الجوخ ماهود يعطي ولا يرجي وراه ثماني يا ما عطى من غالي الخيل والقود يا الشيخ منك طارش نجد لفاني اخذ اليواب الذرب يا ترثة اليود يا الشيخ لا تطري الثمن في حصاني والله لو تعطي وراه الألف بالزود شكال يا الشيخ لا تطري الثمن في حصاني نعم والله لو تعطي وراه الألف بالزود غوجي حسين الدل شك صلاذاني حلفت ما يحدى على حاكم نقود نعم أبغي إذا أرد البرة من أخواني اللي نهتم العفري على مجدم الزود وأبغي إذا وقف رحيف الثماني ينخى على أهل الحناية هل الزود رديت أنا غوجي عليهم بياني والحكت أنا هل قصر الخيل بشهود كافو كافو اللي بيأخذ اللي يطيب الحصاني الله يبارك شكرا للمشاهدة